العلمانية لم تفعل ما ذكر البروفيسور هو بروفيسور طبعا فليسوف حسن حنفي ولا تستطيع وغير مطلوب منها وغير مرشحة لهذه يا دكتور العلمانية ليس الأيدولوجيا وليس السردية كبرى هذا هو الخطأ وعلى فكرة هذا هو حتى أحد مواطن اشتباه في فهم العلمانية لو سألت أنت أي مفكر تقول له بكلمة واحدة هل العلمانية مذهب؟ طب إذا كانت مذهبا مذهب في ماذا؟ القدر متفق عليه؟ إنها مذهب في السياسة تقوم على المحور الأساسي فصل الدين عن الدولة أهل وسهلا لضعم إداري والسياسي لضعم إداري والسياسي أم أنها مذهب فلسفي مذهب فكري مذهب في كذا غير صحيح ليست كذلك هذه هي الباقعة الكبرى من بواقع عدنان إبراهيم في محاولته تجميل العقائد الإلحادية ليقدمها في صورة مقبولة عندما يحرف حقيقتها طبعا هنا بلغ في تحريفه غاية المدى يقول إن العلمانية الشاملة شيء لا يمكن أن يكون وهذا كلام باطل العلمانية بيعتبرها شيء يتبنى بولة من الملك أن يوجد ستفشل بولة في هذا الباب هذا شيء آخر يتعلق بفطر الناس وميول الناس إلى أمر الجانب الإلهي والجانب المتجاوز لكن كمنظومة حاكمة نعم العلمانية الشاملة شيء ممكن وتم تطبيق ذلك في الاتحاد السوفيتي عندما يقول إن العلمانية الشاملة العلمانية ليست سردية كبرى سردية شاملة هذا كلام باطل لأن العلمانية الشاملة هي سردية كاملة تستوعب حياة الإنسان بما لا يجادل في ذلك أحد لأنها تلغي الدين بصورة كلية من جانب الوجود في جانب إمكانيات الدولة على التأثير في الناس سواء كمؤسسة أو كأفراد أو كتجمعات وكذلك العلمانية الجزئية هي سردية كاملة لماذا؟ لأن العلمانية الجزئية وجه إلحادي عقلي نظرة أيديولوجية كاملة تقوم على أن السلطان الأكبر والأوحد على هذه الأرض هو للإنسان الإنسان هو الذي يمنح ويقبض يده بمعنى العلمانية الجزئية لا تعطي الدين حق الوجود لأنها تعترف للوحي بسلطانه هنا لو اعترفت للوحي أنه وحي له سلطانه سنقول لا هذه ليست سردية كبرى وإنما العلمانية الجزئية في صورتها الأورتودكسية الكلاسيكية المعروفة تقول إن الإنسان له الحق أن يمنح فضاء يعمل فيه الدين فالدين إذن لا يحق له الوجود والفعل والتأثير إلا بعطية عالمانية وبالتالي فالعالماني هي التي تسيطر على كل شيء هي التي تحدد مجال الواجب والممنوع والمباح فالذي أعطى الدين أن يعمل في منطقة المباح هو هو ماذا؟ هو العقل العالماني كما أن في الإسلام منطقة المباح منطقة شرعية صحيح أن الشرع يقول لك إذا فعلت هذا الأمر المباح لن تأقل أجر ولن تبتلى بوزر لكن هذا الباب من الذي حدد حدوده ورسم مجالاته وحدد أبعاده الشرع إذن فالمباح حكم يتعلق بما جاء به الشرع فالشرع هو الذي يحدده وكذلك العالماني الجزئية باعتبار السردية كبرى تعطي وتمنع من خلال منطلق إلحادي بحت وبالتالي فتجميل العالماني هنا تجميل فاسد محاولة لإخفاء وجه الإلحادي القبيح العالمانية ليست أجولوجيا هي نظرة كونية بل العالمانية شيء أكبر من ذلك العالمانية الدين العالمانية دين في قول أتباعها وأنصارها وخصومها وفي قول القانون الوضعي العالمانية دين في الوجه الشرعي ربنا يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبد إلا إياه ذلك الدين القيم ذلك الدين إذن الحكم مرتبط بالدين وربنا يقول كذلك كذنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك فسلطان الملك وحكم الملك دين ولذلك يقول عالم الاجتماع كالهون في كتابه Rethinking Secularism يقول في تعريفه الدين إنه قالب أيجولوجي لمعتقدات مرتبطة بجماعة ممأسسة منفصلة عن الحياة العامة هذا الوصف للدين يصح ضرورة في أمر وصف العالماني وجاء في المسلوعة الفلسفية هارفر كالينز ديكشنوري الفلسفية أو معجم هذا الفلسفية جاء فيه في مقال أنواع تعريفات الدين أن تعريفات الدين تدور بين قطبين أولهما مرتبط بفوق الطبيعانية سوبر ناتراليزم والدين بذلك هو الإيمان بقوة إلهية متجاوزة خلقت كل شيء وتملك زمامه امتلاكا تاما والثاني وهذا تعريف المهم والثاني متصد بالمثل الإنسانية والدين فيه كما يقول هذا المعجم كل محاولة لإنشاء مثل وقيم يجد إليها المرء بحماسة ويضبط سلوكه بها وبالتالي فالعالمانية دين والدين يقبل التصور الدين البشري الوضعي يقبل التصور العالماني العالمانية كما تقول سلوكا غيغليتش تقول العالمانية تقول هي نظرة كونية أو أجيولوجية أو نظرية سياسية أو شكل سياسي للحكم أو نوع من الفلسفة الأخلاقية أو هي اعتقاد أن المنهج العلمي يكفي لفهم العالم الذين يعيشوا فيه وهذا تعريف واضح بصورة جلية جدا أنه يستوعب المفهوم الديني هذا التعريف للعالماني باعتبار نظرة كونية أو جيولوجيا والذي يمكر عدل إبراهيم التلبس العالماني به العالماني هنا بهذا التصور تمثل تصورا دينيا ولذلك قال القاسمي في تفسيره لقوله تعالى كذلك يكدنا ليوسف ما كان ليأخذ آخاه في دين الملك قال وفيه إعلام بأن يوسف ما كان يتجاوز قانون الملك وإلا لستبد بما شاء وهذا من وفور فطنته وكمال حكمته ويستدل ويستدل على جواز تسمية قوانين من الكفر دينا لها والآيات في ذلك كثيرة بل هذا مثلا أوغس كونت عالم الاجتماع الشهير عندما كتب ماذا سمى العالمانية العالمانية المؤنسنة سمها دين الإنسانية دين الإنسانية وقد استعمل في كتابه التعليم ديني صغير التي صدر سنة 1852 استعمل عبارات دينية مثل عمالة الكاهن الأكبر عبارة الهيكل وغير ذلك من المصطلحات حتى أنه أراد أن يستعيد عن الكنيسة النصرانية بالعقل الإنساني باعتباره يمثل رمزا من رموز القناسة الدينية وأيضا يعني دعونا ننظر إلى أحد أكبر رموز العالمانية روبرت أنجسول يقول يسمي العالمانية الدين الإنساني يسميها الدين الإنسانية لأنها تحيط بجميع اهتمامات الإنسان في هذا العالم وهي أيضا طرع الإنسان وتسعى إلى رفاهه وتقام في الآن نفسه كما يقول الاضطهاد اللهوتي وتغيان الإكلورس وأن يكون الإنسان تابعا أو خاضعا أو عبدا أو كاهن لأي شبح إنها بعبارته مقاومة إهضار العمر من أجل ذاك الذي نعرفه إنها تسعى أن تترك الآلهة تهتم بنفسها إنها تسعى إلى السعادة في هذا الجرم من القبر يقول هنا يقول إن العالمانية دين دين معقول إنها دين ليس فيه أسرار ولا تمتم ولا قساوس ولا مراصيم ولا أباطيل ولا معجزة ولا اضطهاد فالعالمانية إذن دين كما في كلام إنجرسون العالمانية دين حتى من ناحية القانونية فقد اتخذ الاعتراف بالعالمانية كدين صبغة قانونية سنة 1961 في هامش للمحكمة العليا الأمريكية أشارت فيه إلى أن الأنسن العالمانية ووجه حديث عدنان أبراهيم على الأنسن وجه ظاهر سنتحدث عنه في الفيديو القادم إن شاء الله الأنسن أن يكون الإنسان مركز كل شيء إلى أن الأنسن العالمانية دين من الأديان غير التأليهية هذه الأديان غير التأليهية وهو الرأي نفسه الذي أبدته في نزاعات أخرى سنة 1962 وسنة 1965 كما هو موثق في كتاب العالمانية طاعون العصر فحديث عدنان إبراهيم عن العالمانية أنها ليس سيدرية كبرى وأنها ليس الأديولوجية هذا كلام مغالطة واضحة مغالطة مكشوفة العالمانية نظرة كونية وأيجولوجية ودين من الأديان وإذا سمح للدين أن يعمل فإنما تلك عطية من العقل العالماني الذي يلحد في جانب الألوهية لأن العقل العالماني الإلحادي قد يقبل وجود الخالق الصانع الذي خلق الكون من عدم فأبدعه وأحسن دصويره العالماني لا تدخل في هذا الباب العالماني تدخل في وجود الإله المعبود الذي له حق الطاعة وله حق الأمر والنهي العالمانية تدخل في خصومة مع هذا الوجه الذي يحدد بصورة كبيرة شكل البنية العقدية الأيجولوجية للإنسان فلا يجتمع في قلب إنسان الإيمان بالعالمانية والإيمان بالرب المعبود قد تؤمن بالعالمانية والرب الخالق لكنك لن تؤمن بالعالمانية والرب المعبود